اشتركوا في القناة 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 أو ممكن نشتغل على ماضي تسمى بودو في اللي قبل ما نكفي بالفكرة خلينا بس نركز على فكرة الطفل اليوم أكيد الأم اللي عم تسمعنا بهمة تعرف هي التفاصيل ووجوز في كتير حالات من هاي القصة الطفل اللي عم تحكي عنه أنه ممكن ظهور هاي خلينا نقول كتا الأرجل دي بأي عمر؟ بأي عمر ممكن إجانا مثلا أطفال بعمر لستة شهور وثمينة شهور وعشوه أسفابة يعني قلت لك أنه منرجع ونسأل يعني ممكن صراحة يكون في عنا مثلا حدا بالبيت مثلا عادينا عن ناس أو حاطة أو 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 ممكن يكوننا مثلا عيده سؤلول وحط إيده على الطفل مثلا أو ممكن مثلا هو عم يحفظ الطفل فمن كتير من دير بالنا على هذا الموضوع ومنسأل ومنتأكد ماذا حصل بهذا الطفل لأنه مو معقول يكون في أسئلة سألي حول الشرش ومتعرفين إحنا بنشتغل لأن البودو في الليل ممنوع نعطيه للطفل ما بنقدر ما في غير عنا العلاج بدي يكون على طريق الآزوت السائل باتبار حكينا أنه أكتر شيء بيتعرضوا لهذا المرض الجلدي هنون الأطفال حكينا عن أكتر الحالات اللي بيجوا لعند حضرتك هلأ نحن بالمشافي بنحكي أكتر مثلا ممكن يجي على المشافي كتير بيجوا المرضى تلك أنه بيجوا عنا مثلا الأطفال من أكتر شيء الخطي اللي بيكون على الوجه يسألي لعند الأصابع وخاصة كمان بتعفل مناعة بتقل خاصة قبل الامتحانات على التوتر عكيزة بتقل لك أنه فجأة صار عندي كفالة طبعا لأنه هي المناعة بتأثرني حتى مثلا العلاج بالإيحاء مثلا أحيانا ممكن أني حتى بالطب بيقلك بالإيحاء أنه ممكن كذا ولا أرالي الشكل معلش أوكي أنا ما عندي مشكلة لأنه بتزيد وقتها بتروح بتتفعل المناعة عنه وبصير عنا الشفاء عفوة ممكن يطيب لوحده الطفل إذا مثلا كان مرتاح نفسيا لهذا شيء طيب دكتورة خلينا هيك نحكي بالموضوع التوعي وخاصة نقول طفل فنحنا أمام مسؤولية كتير كبيرة يعني وذكرت حضرتك نقطة أنه نحنا وخاصة الأمهات العاملات يعني أنا اليوم كثير من ابني عند بالروضة عند حدا أمني عليه عند بابي عند بابي ستار يعني وروح بتفاجأ أنه أنا ابني عم يعاني من هاي الحالي ذكرتي موضوع العدوى إذا بنا نروح لموضوع التوعي خلينا نروح هيك للأمهات بموضوع التوعي وخاصة للطفل هلا أنا بدي نحكي عن الطفل أوكي التوعي هو أنه نحنا ندير بالنا من اللي عم يتعامل معه إذا كان في سلول عائدة البابي ستر أو أي سلول عائدة فهونا نحنا نعالج ودائما نعمل مثل كشف على الطفل ندير بالنا عليه نشوفه يعني واني نهمل نشوف فيه أي شيء مثلا طالع على الفرج عند الطفل البنت أو على الشرج عند الأطفال الصغار ينعرف مثلا سألي أحيانا بيجينا على الفخدين أو على جهة واحدة الفخد كمان بنسأل لكن أنا كنت بدي كتزير نوية على موضوع الساقية التناسولية عند الحامل أو عند الأنسة عند الأنسة نحنا ما بيكون في عنا ساقية التناسولية نحنا مطلب مباشرة استشارة إنسائية لأنه ممكن يكون في عندك بعنق الرح ولما بيصرفي عندنا بعنق الرح ممكن تتحول لأسيا سيانا إلى وراء ممكن يصرفي عندنا خباسة فبتلاقي إنه بيطلبوا أي منعالج أوكي عالجنا وبعدين فنحنا بنطلب لا استشارة نسائية بنعمل إيكم مهبلي مع الاستشارة النسائية بتعطينا قرار إذا كان في عندنا منتقل للرح في وقتنا بنعمل بشكل دوري ومنعالج طبعا وممكن يكون معا تحت التخدير العام إذا كان عندنا وحصلت أكتر من مرة لأنه ممكن يكون فعلا منتشر ومشكلته إنه انتشاره سريع ولكن أهم شي إنه نحن نشوف الطرفين يعني ممكن أنا عم عالج الأمرأة عند الحامل المرض ولكن الشخص اللي هو اللي عم يسبب مثلا زوجه بتقلي إنه مثلا ما عنده أو كذا أو ما بده يجي فبقال لا لو سمحتي معلش ما نخبر لأنه أهم شي معلش تخبري المريض إنه شو هو الخوف من خطورته وإنه ممكن إنه يا أخي ممكن ينتقلي إنه حامل مرض مثلا إذا نكس مرة اثنين ثلاثة ممكن يكون عندك أخي سفلس ممكن يكون في عندك آيز ممكن أنت راح مع ناس وفترة الحضانة كانت معينة وإنت نكست مرة أولى ومرة تانية طبعا منعمل تحاليل ولكن هذول اثنين بنعملهم طبعا تحاليل بمركز الآيز بيكون للدولة مشان يكون مية بالمية نحن عنا موسق نعم طب دكتورة هلأ على الجلد على الإيدين بالوجه ممكن إنه تكون ظاهرة حضرتك ذكرتي إنه الحاملة بتتصعب بالأعضاء التناسلية كيف ممكن يتميز شوية أعراضها أو كيف ممكن يظهر معها إنه هاي تعلول بتجي المريضة المريضة لما بتجي بتقولك إنه طلعت عندي حبي أكتب من المرة بتجي بتطلع إنه زادت مثلا عم تقيم مثلا للشفرة أو كذا بتقول إنه زادت فنتطلع ونشوف إنه لا نحن عنا ساية تناسل بنبلش بقى نحن بوقتها بنسأل المريضة أو بنطلب التحاليل طبعا أكاديميا أنا عم بحكي بنطلب التحاليل مشان ننفي انتقالات معينة واتنين بنبلش بالعلاج العلاجات نحن متنوعة عنا إذا ما كانت حامل ما إذا كانت حامل في طريقة يعني وهلأ عم يجينا كتير بنات ما عنهم متزوجات فللأسف عن طريق الليزر عم ينتقل صار يعني الليزر مثلا مريضة عندها هاي إذا كانت الموجودة اللي عم تشتغل على التكنيشن الفنية اللي عم تشتغل ما أنا ممرضة أو ما عندها فكرة إذا ما أنا ممرضة ما رح يكون عندها فكرة أنه في شي غير طبيعي موجود فتروح مثلا تكون اشتغلت للمريضة الثانية الثالثة بتجي البنت أنا أنا معني متزوجة وأنا ما عندي أي علاقات أنا ما عندي أي مشكلة فجأة صار عندي هذا الموضوع منسأل أنه إنتي 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 إشتغلت ليزر إيه والله من 4-5 شهر عم بعمل مثلا أنا جلسات ليزر فيجب أنه يكون يعني كتير الانتباه لأنه مفهود أول ما تدخل المريضة تعمل ليزر أول شيء يكون الطبيب الجلدية يجب يشوفها يعني قرار أنه ما عندها فطور ما عندها سأليل ما عندها مليسة ما عندها أي مشكلة جلدية لأنه تنتقل يعني هاي اليوم مسؤولية كل المراكز كانت تجميلية وكل الأطباء وكل الأطباء يعني أنه نحن خدمة المواطن يعني وخدمة أي شخص طيب دكتورة رفعتا خلينا نحكي بالعلاج ما بين الحالات خلينا نقول العرضية الممكن تروح في منهم بيروحوا لحالة ايه أمقلك عفويا بتروح بالإيحاق أو في من بالكي نسمع بعض الحالات بروحوا للطب العربي خلينا نقول للطب الشعبي التقليدي ما بين الطب الشعبي وبين العيادة الدكتور شو هي العلاجات المهمة هلا في ممكن أحيان طب الشعبي ممكن تلك أحيان بيربطوها مثل لك والله هاي تتعلو لي مثلا إيه الله أنا مثلا معنقة بتكون بيقول لك إنه إيه بتكون إنه إيه راس وهي كبير نقابة موت برجع بإيحاق بيلعب دور يعني أنتي معني صريقة أنا ما حتى بالكتب بتقول لك يوم أنا كيف قادرة أميز أنا نوع هاي تتعلو لي كرمالي قدر أربطة يعني أنت حضرتك عم تقولي في كذا يعني لا لا ما بيروح عن شخص إذا ما بيكون هذا الشخص إما رجل دين أو طب عربي أو أنا معني ضدون يعني بالعكس يعني ممكن فعلا تلك بالإيحاق بيصير عندك زيادة المناعة وبتصوري بيش فيها فويا ولكن أحيان بتكون لأ ناكسة وبتمد ومناعة الطفل مثلا بيكون قليلة أو مثلا حدا عامل عنده مثلا لوكيميا أو عنده مثلا زراعة أعضاء هذا بيكون مناعته مصبط يعني فهذا من أكيد بدي يكون بقى نحنا نعارجه بطريقة أنت ما عنه يروح بموضوع الإيحاق ولكن ما نكمعني اليوم دكتورة بيقى موضوع الاستشارة الطبية قبل يعني لقدر نحدد النوع كرمال نحنا منخطي الخطوة أو لا أي هلأ بيكون راحة أوتمنتيكي أوتمنتيكي بيكون راحة حال وهذه الرجل لعنة أنا معني ضد أنا معني ضد لأنه حتى بالكتب موجودة الإيحاقات كتير بتعطي يعني المناعة بتصير قوية طاقة نحكي اليوم بالطاقة لكن السؤالي بصراحة تناسلية كتير بتكون عم تعطي في صعوبة بعلاجها وقلت لك أنه نحنا وقتنا نعمل استشارات يعني ما في ما فيني إلا أنه أنه يلا بيشتغلك أنه كتير بيجينا مرضى أنه ايشتغلت ونكسك طب يا أختي بنا نشوف نحنا استشارة نسائية يعني أنا بقدر أعمل مثلا نظرة سريرية خارجية لكن بدي أنا أشوف مثلا عقل رحم بدي أشوف أنا مثلا إذا فيه انتقالات هون بقى بتصير يعني ممكن أنا عالج مخارج مرجعنا أنه فيه عن اتصار كيف هيك اليوم عم تركزي على الموضوع أنا عم ركز لأنه أبركز لأنه الحوامل عم تجينا الأمرأة الحامل بتجي بتقول أني أنا ما كان عندي شيء فجأة نطلالها بالشهر الأول الثاني صار عندها بعد بتكون عروس أكيد طب دكتور هل حكيت أنه المرأة الحامل إلى طريقة علاج معينة أو خاصة خلينا نحكي عن مرأة الحامل قلت لك أنه ما في علاج لإله أبدا مثلا بودوفيلي ما فيه نشغل إلا زقازوت سائل وخاصة نحن بنعطي تنبيه أنه ممنوع الولاد إلا قيصرية ليه؟ لأنه بيصد انتقال للطفل للطفل فمنعطي تنبيه مباشر حتى بتنعطي تقرير أو كمان طبعا أكيد دكتورة النسائية بيكون عندها فكرة بس أحيانا مثلا بتقولك أنا ما عم أفحص الدكتورة النسائية بتفحص إيكوبطن كذا لأنه ما بقى بتلق أبدا مثلا من المنطقة التناصلية إلا إذا كانت المريضة قالت لها أنه دكتورة أنا عندي كذا فممكن تقيد تعالجة وممكن تقول لها لا روحي عن طبيب جلدية طبعا نحن قلت لك أنه العلاج أكثر شي بالآزوت بس نعطيها تنبيه ونعطيها تقرير مباشر أنه ممنوع إلا القيصرية طيب دكتورة كرمان توسع أكثر بالحديث حضرتك سرتي اسم الله لك تفاصيل كتير مهمة عم نرجع نأكد عليها ببعض الأسئلة وقتل من قول على حالة مرضية يعني اليوم بيجوز في مضاعفات أنا اليوم عم يسيب جسمي بعض الإرهاق بعض التعاب يكون هنهم إلهم عراض على الجسم كون عم يحكي بموضوع المناع اليوم وقت المناع عبدت تكون منخفضة بجسمنا هذا شي بدي يؤثر على نشاط الجسم هل عم يكون إلا عراض جانبية على الجسم؟ لا الإرهاق أكيد لا ما إلو علاء لكن إلو علاء بتلبقت لك أحيانا تصبيت المناعي بيكون عن طريق الأعضاء مريض عنده مثلاً عنده مشكلة مثلاً بأمراض دم أو عنده مشكلة بالكبد أو 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 إذا كان مهيئ أنه هو في تلامس دائم مع أشخاص عندهم هيك أصلاً فأخذ العدوى عرفتكي؟ أما إذا إرهاق أما نعم؟ عم تشتغلوا مثلاً باللحمة عم تشغلوا مع الأسماك؟ عم نصير نسأل إحنا أهم شي القصة المرضية يعني هي أنا كتير بتوجهني عند المريض أو الطفل يعني خاصة مثلاً أطفال بيبنشفوا مع بعض بيكونوا عم يتلامس وطفل الطفل بيتلامس عادي ما عندهم مشكلة فأيضاً كمان انتقال بيكون أسرع مثلاً السألية الأخمصية بتكون هي بتبين كتير أنه في عنا نحنا نزوف فيها بتبين فهيدي أكتر شي نحنا بصراحة بنعالج فيها هو بالتخصير الكهربائي بيكون بيعطي كتير نتيجة دكتورة فاطر محمود علي رح نكفي حديثنا نحنا وأنت ولكن خلينا نروحيك لفاصل لموجز لغرفة الأخبار لنكون بأهم الأخبار السياسية والمحلية والدولية مع زميلتنا ميس يسعد صباحك يا ميس يسعد صباحك رجا ويسعد صباحك ليلة مشاهدي الأخبارية السورية موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل أهلاً بكم استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أكثر من تسعة وعشرين آخرين بالرصاص بينهم خمسة بحالة حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها صباح اليوم وأوضحت وزارة السحان مستشفى جنين الحكومي استقبل عدة إصابات أحدها حرجة لفتاة أصيبت برصاصة في الرأس ونقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي فيما نقلت أربعة عشر إصابة إلى مستشفى ابن سينة التخصصي بينها ثلاثة إصابات خطرة في الصدر والرقبة وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل ودارت مواجهة عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام في هذه الأثناء أصيب ستة جنود إسرائيليين بينهم إصابة خطرة برصاص المقاومين الفلسطينيين خلال الاشتباكات التي اندلعت بسبب اقتحام الاحتلال مخيم جنين وقال موقع وهو العبري أن خمسة جنود إسرائيليين على الأقل أصيبوا بعد وقوعهم في كمين أثناء الاشتباكات الجارية في مدينة جنين وأفاد الموقع العبري بإصابة خمسة من جنود الاحتلال بجروح جراء تفجير سيارتهم العسكرية في مخيم جنين في وقت حاولت قوات الاحتلال سحب الآليات التي أعطبها المقاومون بعبوة ناسفة يستعد حلف شمال الأطلسي لإجراء مناورة جوية فوق الجناح الشرقي للحلف المحاذي لروسيا بينما احتدمت المعارك على مختلف الجبهات في شرق أوكرانيا وجنوبها وذكرت وكالة الأنباء الألمانيان مناورة جوية كبرى ستنطلق هذا الأسبوع تشمل مشاركة مقاتلات تحلق فوق الجناح الشرقي للحلف وتبقى لخطط المناورة فقد طلب شركاء الحلف الشرقيون إرسال مثل هذه الإشارة بالتأمين وتكاتف العسكري وكان الناتو بدأ الأثنين الماضي سلسلة من أكبر مناوراته الجوية بتنصيق من ألمانيا سماها دينفر 23 وتهدف إلى إظهار وحدة أعضائه أمام التهديدات المحتملة التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكين صباح اليوم في بكين مدير مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني والدبلوماسيين الصينيين وانج هي وذلك في اليوم الثاني والأخير من زيارته الهدفة إلى تحسين العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين بلينكين هو أرفع مسؤول أمريكي يزور بكين منذ نحو خمس سنوات أجرى محبة حاذة مع نظره الصيني لمدة سبعة ساعة ونصف وقالت الخارجية الأمريكية أن بلينكين أجرى في بكين محادثات صريحة وموضوعية وبناء مع نظره الصيني تشين جانج ختم جز الأخبار عودة لرشا وليلة مع صباح نغير يساة صباحكم شكرا لإلك ميس وبقيت نهار حلو لإلك أما نحن مكملين بفقرات صباحنا لليوم وبعدنا معظفتنا لليوم وهي الدكتورة فاتن محمود عليه مرحبا عن رجل صباح الخير مرحبا نحن نحن نحكي تحت لها الدكتورة أنه في بعض الحالات وهي موجودة بالواقع ممكن تتحول لمرض خبيث يعني يطلع تطلع هيئة الحالة على الوجهة أو بمكان معين المريض يروح لحكاية يعني بلش الأزافية مثل ما من الأولى يعني تتجار سابة زيانة تبلش تأشر يتغير لونة بعد العلاج وبعد الاستشارة الطبية فبيكتشف أنه في مرض سرطان في الجسم وبحث زي السبب هلأ أنت عم تسأليني كنتي تحت الهواء أنه في عندي مثلا شخص أنه ظل يحفر مكانه عساس قلت لك أنه هي ما تكون حيانا يكون تقرانات سفعية ممكن يكون في عنا هي اللي بيسمين إحنا الساسي يعني هي أو بساسي مثلا وراء مقاعدة الخلايا أو شائك الخلايا هلأ هم بيختلف تماما هو بيصيري أشرة وبتبلشتها تصير تتقرح هذا علاجه تماما غير بهم بفكروا السؤلولية لأ هلأ ما عم يعني ما بتكون بس أن السدن السؤلولي ممكن نشوف سدن السؤلولي هذا ممكن يتحول لخباسات ولكن برجعه بقلك يعني بيختلف كثير كظهور بداية لا 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 ما نفسه لا لا ما نفسه السؤلول بيختلف كثير تماما لا السؤلول بيختلف تماما أنا هي استقرار لعلاج اللي أنت عم تقولي لي حضرتك عنه أنه ممكن يكون عبارة عن بس استقصال يعني عرفتي كيف نستقصله مع هامش أمانية إحنا عالجناها للحالة لكن السؤلول بشكل عام هي بتتعالج ولكن من خاف من أنه السأليل الموجودة بالرحم يعنق الرحم هون وقته بنعمل نحن بشكل دوري لطاخات ليش أنا ممكن تتحول لأسسي اللي هي سكوامس بتكون هي شائكة الخلايا باعتبار حكينا بطرق العلاج مثل ما ذكرتي في الكي في الآزوت خلينا نحكي هلأ بعد العلاج ممكن أن نتعلم هاي التالولة بعد ما هلأ لما نحن هلأ في منه الناس ممكن إذا على الآزوت السائل ممكن أنه يصير في عنا يا أما نقص تصبق يا زيادة التصبق لأنه على الآزوت تالي يصير في عنا كيف حسب البشرة بس أنه تعمل ندب لا قليل ما فيني وخاصة بالعلاجات اللي نعطي أحيانا مقشرات نحن على إذا كان فيه مثلا طفل عمره فرضا العشر سنين ثماني سنين منقلهم أنه حطونا على المقشرات وعادي مع واقيات شمسية مع حذر كتير يكون كتير مثلا عند تعرض للشمس أو هاي لأنه ممكن يزيده أو إذا يعني طفل بتاع في أنه ما بيقدر يعرف أنه هذا الموضوع أنا والله حطينا دوافق نائما بنحطه مساء لهذا المقشرات وبعدها إذا ما زبطت نحطه على الآزوت أما ندب قليل ما في قليل كتير لمو دائما بتترك الأسر طيب سريعا دكتورة كانوا يقولون لنا لا تعدون جوم بتعلكم تبعلكم كونك ذكرت الطاقة والإحاء هل هي علاقة بالمستقية ولا هي إصال شائعة؟ هلا هيك من حكا لكن أنا مع المعالجة الإحاء هي بتنقال فيها هيك شغلات شائعة ولكن أنا قلت لك برجع بلك أنه الإحاء أنا كتير بحبه وبيعطي طمأنينة وللروح وللشخص يحس بيحس بيحس مناعته أو برجع يعني عالجة عفوي بكم أو شفاء عفوي يعني الحالة النفسية أهم من خلال المهمة الحالة النفسية يعني كتير هي مناعة بآخر الوقت يعني طمام تبتورة هيك بنصائح أخيرة من حضرتك لك، الحادم رافأنا لليوم ودائماً منقول نحن التوعي هي المهمة بجميع الحالات المرضية صحيح هلأ صراحة مثلاً أصاصت أضافر طفل عنده أو حدا من البيت عنده سأليه لينتبه مثلاً حدا عنده سألول بالبيت للأم تروح فوراً تعالشان مثلاً ابنة طلوله تقولوله فوراً ما نشفتك لحالك مثلاً صندل حدا عنده مثلاً سألول بالأخمص أو بالأصابع تروح تعالجه وتقول له مباشرةً ماما ما حدا يلبس مثلاً صندل أخوكم أو الشح حتى ننتقل صراحة عن طريق الأحزين عن طريق الشغلات الشخصية المناشفة إلى أقربي تمام باهيك بس